أنا كست بحسس بالست دي ليه؟ الست بتعيش إحساس قاتل قاتل ومميت نفسياً وعصبياً وجثمانياً يا جماعة الست لما بتبقى حاسة أن هي ابتدت حياتها تضلم وعيشة لوحديها وجوزها مش حاسس بيها وما بين قرارين يمشي واسيب طب وبص لعيالي طب هم زنبوهم إيه؟ لا أنا هتطلق وعيش حياتي لا أنا مش ينفق أتطلق عشان مش هعرف أصرف عليهم مش هعرف أفتح بيت طب هل أنا عيش معاك ده خيال مقاتة؟ آه هي الست بتوصل نهاية تبقى خيال مقاتة هو مش شايفها أصلاً ولا حاسس بيها ولا بمشاعرها ولا حاجة خالص فالمفروض إن هي بتبقى بين نارين أمشي ولا أكمل وأنا مليش لازمة فأكيد أكيد الصمت الزوجي ده أو الطلاق الصامت ده إن احنا نوصل للمرحلة دي أكيد يا جماعة ما بيجيش بين يوم وليلة يعني أكيد أنا ما نمتش وقمت لقيت نفس إن احنا ما بنتكلمش خالص لنا ولا جوزي ده حقيقي جداً يمكن الموضوع بادئ من بدري شوية من الوقت اللي قررنا نختار فيه بعض علشان نبقى بارتنر أو اختار الزوجة دي علشان تبقى شريكة حياتي إيه ده؟ يعني الموضوع ده بادئ من الخطوبة من قبل الخطوبة كمان من أول معرفنا بعض كلنا لما بنرتبط بنشوف عيوب بعض بوضوح ولكن بنقول اللعبة بتاعت إن مراية الحب عامية وإن كده كده لما هنتجوز أنا هغيرها ولما تجوزه هيبقى جوزي فأنا هعرف أسيطر عليه فبنتجوز ما بنلاقيش ده موجود وإن محدش بيتغير فيبدأ الموضوع بقى هنا يحصل فيه انفصال تدريجي وجداني وعاطفي وجسدي وإلى آخره يعني أنا لما بختاري الأول غلط أو مش شبهي مش لازم يبقى غلط ممكن يبقى هو كل حاجة فيه حلوة بس مش بتاعي مش مناسب لي مش شبهي مش شبهي وده بنتكلم بقى على اختيارنا ثقافيا فكريا ماديا اجتماعيا مش لازم نبقى زي بعض بالزبط بس على الأقل أفكارنا متقربة